بالصلاة أو بالزيارة أو بالحج وما سمعنا أن نمورس ضد أي من أتباع المذاهب المختلفة أي تعنت أو أي أذاء الكل يأتون ويصلون ويصومون ويعتمرون ويحجون واسألوا كل من يأتي إلى هذه البلاد من كل أكثر الإسلام حسب مذاهبهم أو اختلاف مذاهبهم ما حد منعهم من أي شيء طيب دكتور أرجو أن تبقى معي محمد الزلفة دكتور إبراهيم ما رأيك بما تفضل به قد نفى نفيا قاطعا لكل ما يجري من حملات وممارسات بحق أتباع أهل البيت عليهم السلام أنا لا أتوقع من الدكتور الزلفة أن يصادق على ما يجري من ممارسات طائفية لأنه يمثل وجهة نظر الحكومة بشكل قاطع وأنا أتحدث نحن عن استفزازات أو ممارسات في الرياض نحن نتحدث عن ممارسات طائفية مغطات من الدولة في المنطقة الشرقية في الخبر وفي الدمام وفي المناطق الأخرى نحن نتحدث عن الرياض وهو ربما استعمل خطابا أو لغة عامة وكأنما يتحدث عن الحجاج والمعتمرين الذين يأتون المملكة ويصلون في الحرم المكي أو في المسجد النبوي نحن نتحدث عن مواطنين في داخل هذا البلد تمارس عليهم هذه السياسة من 1932 هذه الممارسات ليست جديدة حتى يخبرنا الدكتور الزلفة بشيء مناقض لما سمع أو ما لا يريد أن يسمع أعتقد بأن تقارير حقوق الإنسان إن كان متابعا منظمات حقوق الإنسان في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت ما يكفي من البيانات ومن المعلومات حول هذه الانتهاكات وبالتالي نفي هذه الممارسات أعتقد بأنه لا يمكن أن نختبع خلف الشمس دكتور محمد ألزلفة تفضل ماذا تقول لماذا دائما ينفي النظام السعودي وجود مثل هذه الوقائع وتحديدا في المنطقة الشرقية حيث يتواجد أتباع أهل البيت عليهم السلام نحن كلنا أتباع أهل البيت إذا كان رب البيت الإسلامي كل محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحافته وخلفائه الراصدين فنحن أتباعا جميعا لهذا ما أدري بماذا يتعنون بأهل البيت أنا أعرف أهل البيت الذين هم ينتمون إلى سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشكلون نسبة البأس لها في المجتمع السعودي لهم مكانتهم ولهم احترامهم وهم يقومون بكل صلواتهم وكل عباداتهم وكل ممارساتهم الشاعرية بشكل طبيعي إذا كان الأخوة من يتشيع الأهل البيت ولكنهم ليسوا من أهل البيت فهذه كبيرة مختلفة ولا أعتقد أيضا أن يتمتعون بكامل حق المواطنة في الحقوق والواجبات في الأعمال وفي الممارسات وفي التجارة وفي كل شيء منهم الأطباء ومنهم مهندسيين ومنهم العباء المجلس الشورى ومنهم من يتمتعون بكامل حريتهم أنا لا أجل بالضبط ما هي الحريات التي يقول الأخ بالأسف أني لا أسمع صوته بشكل جلي ما هي الممارسات التي تمارس ضد الأخوة الشيعة أما آل البيت فلدينا كل من هم آل البيت نعتبرهم ونحترمهم ونقدرهم ونجلهم ولهم مكانتهم في نفوسنا جميعا يعني من الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى الزهراء فاطمة الزهراء إلى الحسين والحسن كل هؤلاء نجلهم ونقدرهم ونحبهم أكثر ما يحبهم والذين يعتقدون أن يتشيعون بحبهم ولكن بكل أسف يربطون محبتهم لأهل البيت بكره الآخرين نحن لا نكره أحد إطلاقا إنما الكل مسلم دكتور محمد ألزفة أرجو أن تبقى معي طبعا سأعود إليك لنستكمل ما تبقى من هذه الحلقة ولكن سيد الشعيب المجمع العالمي أهل البيت طلب حكومة الرياض في بيان له أن لا تكون أداة بيد الجهاز المتطرفة لكي توقف هذه الممارسات بحق موطنيها السعوديين الشيعة ماذا تريد هذه الجهات؟ برأيك من هي هذه الجهات؟ لماذا تقوم بهذه الممارسات؟ أنا لا أؤمن بأن هناك جهات مستقلة عن الساس السعوديين هناك تكالب من جهتين جهة دينية وجهة سياسية اجتمعوا لأن الطيور على أشكالها تقع لا أؤمن بنظرية إملاء المستشارين ولا أؤمن بنظرية إملاء المدرسة الدينية على الساس السعوديين لأن الساس السعوديين غلبوا على أمرهم بالنسبة لهذا الموضوع لا هم اختاروا هذا الطريق هم اختاروا طريق القمع هم اختاروا طريق نسف الطائفة ونسف الوفاق الوطني في المنطقة كلها لم يعملوا فقط على مستوى السعودية على مستوى المنطقة بأكملها هم من جندوا الجيش بأكملة من المجنسين السياسيين بأغراض طائفية في البحرين وأكثر من 200 ألف مجنس في البحرين الآن بسبب تمويل ومساندة من السياسة السعودية الأحزمة الناسفة والمفخخات التي في العراق كلها من وراء تمويل سعودي فليست فقط المدرسة الدينية التي تدعم هذا الأمر وإنما السياسة السعودية أيضا هم من يسعون لقمع الحريات أنت الأخي زلفاء ممكن أن يسمي لي وزيرا واحدا تابع لمدرسة أهل البيت ممكن أن يسمي لي إماما واحدا استطاع أن يصلي في الحرم المكي أو الحرم المدني وهو تابع لمدرسة وأتباع أهل البيت ليذهب يوما واحدا فقط عند الحدود وليرى أن الكتب التي تنتمي إلى مدرسة أهل البيت أو حتى أي شعار شعيرة من شعار وكيف تنتهك هذه الممارسات في التفتيش الجمركي على الحدود سواء الحدود الأردنية أو الحدود البحرينية أو ما شابه ذلك من مختلف الحدود التي يدخلون من خلالها الشيعة إلى المناطق السعودية فهناك كما تلاحظون قمع ممنهج جاء من الساسة السعوديين ومن المدرسة السعودية الأصولية التي تولد هذا الفكر التباغض والتباعد نحن نؤمن من على صعيد التنظير أن لا يوجد أي فتوى من أي مرجع ديني يكفر فيه أي طائفة من الطوائف المسلمين أو من ينتمي إلى الطوائف الإسلامية لا يوجد على صعيد التطبيق العملي مؤتمرات في حالة إنعقاد دائم للتقريب بين المذاهب يوجد لدينا كانت مسيرة وحدة إسلامية